دايماً المرأة المصرية بتثبت كده يوم بعد يوم إنها قد المسئولية النهاردة معانا نموذج للبنت الصعودية الجدع زي ما بنقول واللي قدرت تحصل على الدكتوراه في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية طيب إيه القصة بالضبط وإزاي قدرت دكتورة هاجر إن هي توصل لده خلونا نرحب بيها ونقول لها صباح الخير الدكتورة هاجر سعدين مصطفى الحاصل على المجستير في اللغة القبطية وكمن الدكتوراه في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية صباح الخير يا دكتورة صباح النور صباح الخير يا فاند بألف مبروك الله يبارك في حضرتك مرسي احكي لنا قصة جات إزاي القصة كانت البداية أنا أصلاً مولودة في بني سويف وبعد كده خدت درجة الليسانس في الأثار المصرية من كلية الأثار جامعة الفيوم وبعد كده كملت سجلت ماجستير اللغة القبطية برضو كلية الأثار جامعة الفيوم بتقدير امتياز وفي الوقت ده خدت دبلومة في الدراسات الإبطية إشراف مشترك بين المركز الثقافي الفرنسيسكاني وجامعة بازماني بيتر في المجر وبعد ما خدت الماجستير الأولاني حصلت على منحة من المعهد الألماني للأثار دي منحة إشراف مشترك بين جامعة حلوان وجامعة براندنبرج للتكنولوجيا بكوتبوس في ألمانيا ودي خدتها في عشرين عشرين وبعد كده أكملت بقى الدكتوراه في كلية الأثار جامعة عين شمس في قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثارية مساول مواف سنوات قليلة كمان أو يا هيبة إدر ثمية توصل لهذه المكانة طيب ليه تخصصتي في ده يعني إيه السر في اختيار إدارة المتاحف والمواقع الأثارية يعني أنا تخصص بتاع المجلسير الأولاني في اللغة الإبطية وبعد كده لما جيت بقى أخدت المنحة وانتقلت لتخصص إدارة المتاحف فدخلت التراصي الإبطي في المجال ده لأن أنا كنت شايفة أن التراصي الإبطي محتاج أنه يدار بشكل أفضل محتاج أن نحن نحافظ عليه بشكل أحسن محتاج أن نعمل استدامة له أن ندمج المجتمع المحلي بأنه هو يعني إزاي يستفيد من وجود هذا الموقع التراصي الضخم هو بالنسبة له كنيسة مش عارف هي مهمة ولا مش مهمة بالنسبة له مكان عبادة للإخوة المسيحيين بس لا لا ده مكان تراصي بيرجع لقرون قديمة جدا أنت تقدر تستفيد منه سياحيا واقتصاديا وتقدر أنت يعني كمجتمع محلي أنت تحافظ عليه طبقته ده فعليا؟ طبقته في رسالة الدكتوراه بتاعت لا فعليا عمليا عمليا ما جاتش الفرصة بس من خلال توصيات الرسالة حاولت أن أنا أشتاء يعني أوجه ده للتنفيذيين يعني حتى في مناقشة الرسالة كان مشرفي ولجنة المناقشة كانوا بيتكلموا اللي هو أنت هتبقى المرجع اللي هيمشوا وراه سواء التنفيذيين أو الباحثين اللي هبقوا في التخصص بعد كده لأن أنا أول رسالة في التخصص طبعا الباحثين هيرجعوا لها أكيد طب أنت بس عشان أكون فهم أكتر المواقع التراثية والتاريخية القبطية أو يعني أنا فقط لا مش فقط يعني أنا مواقع التراثية بس أنا التخصص الدقيق للمواقع التراثي الإبت يعني ركزت في ده لأنه هو نادر وما حدش يشتغل عليه أصلاً في مصر كلها ولا حتى في أي دولة عملت إيه في دراسات السابقة طيب عملت أنا اللي كنت بخلق المراجع لأن أنا نشرت كنيسة وحدش يعرف عنها حاجة هي كنيسة أفاك لوج في قرية الفنت مركز الفشن بني سويف فدي كنيسة قرن رابع ميلادي وكنيسة تاريخية وكنت بتكلم عن سيارة القديس ومعجزاته وليه هي تاريخية وجبت الأيقونات الأسرية بتاعتها وتناولتها معمارياً كنيسة قرن رابع ميلادي في بني سوف وما حدش يعرف عنها حاجة إحنا عندنا رحلة العائلة المقدسة وإحياءها أكيد ده داخل في تخصوص جداً آه طبعاً داخل في تخصوص وهتطبقي فيه بقى اللي قلتيه في الدراسة بتاعتها بحاول أن أنا أشتغل على الموضوع ده يعني والفكرة في رحلة العائلة المقدسة أنه أفكار كتير تنفذت فيه هو أريدي يعتبر بنسبة كبيرة انتهى بشكل كبير من التطويرات والبنية التحتية وكده بس الموضوع كله بيتوقف على التسويق الفعال لمصار الرحلة عشان هنجزب ملايين السياح من كل أنحاء العالم وخاصة الحجاج الكاسوليك فهو يعني فيه حجاج وفيه سياح على مدار السنة وفيه موسم حج وكده إحنا نقدر نستغله بس الموضوع محتاج تشبيك من كل الجهات المعنية كنيسة من القرن الرابع أنت جبتيها من قرية داخل مركز في محافظة بني سويف أعتقد أنه ما فيش حد كان يعرف عنها زي ما أنت بتقولي أنا نفسي يكون فيه تواصل ما بينك والدراسة التي عملتها ورسالتك مع وزارة السياحة والأثار ده مهم جدا هو أصلا مشرف على الرسالة بتاعتي كان وزير الأثار الأسبق دكتور ممدوح الدماطي فبالفعل يعني اللي أشرف عليها وساعدني في إخراجها بهذا الشكل هو فكرة التواصل أنا طبعا حاول جاهدة طبعا أنه أنا وصل لهم ويكون حاجة كويسة جدا لأن الدراسة لو اتطبقت لأن أنا مثلا أنا عزين استفيد منها كنت عاملة تقييم للوعي الثقافي في مواقع تراصل الإبت وتطبيق على الكنيسة دي فأنا عايزة اللي هو كل حاجة أنا عايزة أقول جماعة فيه كنيسة قرن الرابع ممكن نجيب سياح للمنطقة دي زي ما بتحصل زيارات لودي النطرون زي ما بتحصل لدير ماريمينة زي الحاجات دي كلها فإحنا ليه ما بنستغلش ده طبعا بني سوف شوية سياحيا وتسويقيا إلى حد ما الدنيا يعني هدية خالص وكده فممكن قلت مثلا من خلال أن أنا صلت على التراص الإبت أقول لأ بني سوف فيها تراص مصري قديم وفيه تراص إبت وفيها تراص إسلام فيها كل الأنواع فليما يبقاش فيها سيحة بالشكل المطلوب زي ما إحنا يعني السيحة في الجنوب يعني لأسر وأسوان هي لوقت نصيب الأسد لكن كل محافظات السعيد فيها من أول الجيزة وانتي نازلة فيها طبعا الأسار المصرية القديمة وفيها كل ما بتتحدث عنه بني سوف مهمشة سياحيا فحشان كده كنت مركزة أكتر لكن فيها مقاومات بس فيها كل المقاومات إحنا ممكن نحاول جزء من دراستك كمان إن هي تدرس في المدارس مثلا آه ممكن هو أصلا لأن فكرة الثقافة بالأسارة القبطية عموما آه طبعا هو كده كده التراث القبطي تراث مصري هو جزء من تاريخنا طبعا فاللي هو مش مقتصر على الكنيسة فقط لا هو جزء واضح من تاريخنا لازم يبقى فيه معرفة به ده برضو هيساعد في إعادة تشكيل الهوية هيساعد في إن إحنا نقدر يعني نقلل حتة التعصب شوية نقلل حتة عدم تقبل الآخر اللي هو لأ أنت هتبقى فاهم أن دي حاجة لك أنت كمان كمصري هو مصري وأنت مصري أنت موسيب وأنت مسيحي دي حاجة ما فيهاش اختلاف إحنا بنتكلم في هوية مصرية بنتكلم في طراصنا كمصريين ككل هو نسجنا نسجي الواحد بالضبط شايف كمان البابا توضرس كرابك أنا بصراحة اتكرمت من البابا توضرس مرتين وقابلته مرة كمان أو يعني كنت في كان في مرة كان أول حق أول تكريم كان في مؤتمر التراصي الإبتي بين الأسرة والمعصرة ده كان فيه الكتدرائية الموقصية في العباسية وكساعتها كان قررمني على بحث كنت مقدمها عن التأثيرات الفنية المتبادلة بين الفن الإبتي والفن اليوناني الرومين تمام التأثير والتأثير ما بينهم بعد كده كان لي الشرف أن أنا يتم ترشيح من مؤسسة سان مارك لدراسات التراصي الإبتي أن أنا أكون ضمن مجموعة باحثين يعني كنت المصرية الوحيدة ضمن مجموعة باحثين أجانب فيه مؤتمر عن الكتاب المقدس الإبتي وده كان بتشريفه برعاية البابا توضرس وكان في المقر الباباوي في دير الأنباب شوي في بادي النطرون فساعتها أنا قابلته في المقر الباباوي فساعتها حصل لقاء كده وكلام وعرفته بنفسي وكده فساعتها قالي هو أنت بتحبي الإبتيات ليه يعني ساعتها كان فأنا يعني قلت له هو يعني مجالي وبقى عندي شغف فيه يعني وكده جيت تكريم التالت بقى وده كان الأقرب إلى قلبي يعني لأنه هو كان تكريم كأفضل رسالة ماجستير في التخصص ضمن مؤتمر كان اسمه أطرحات مضيئة في الدراسات الإبتية أي فده كان يعني كان بيكرمني أن دي من أفضل الدراسات في التخصص الدراسات الإبتية فطبعا هي الكلمة الشاملة أن أنت كل اهتمتي بكل دليل عشان أنت مصري بالزبط هي دي كلمة عشان دي هويتي صحيح يعني دي هويتي أنا كمصرية إحنا كلنا أقباط مسلمين أو مسيحيين أقباط يعني مصريين قبط يعني مصري أنا بشكرك على تصحيحك للمفاهيم كمان المتدولة ومنشكرك على كل اللي أنت بتعمليه وإن شاء الله المزيد من النجاحات اللي أنت بدأتيها فعليا شكرا دكتورة هاجر سعد الدين مصطفى الحاصلة على الماجستير في اللغة القبطية والدكتورة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأسرية بنصبح عليك ومنشكرك مرتا شكرا لحضرتك